فالحقيقة بدأها الكابتل الخطيب في سلسلة يعني وجاءة أول أمس في وقت مباكر من الصباح حضر المران اجتمع مع الفريق ورجع عمل لجنة كورة اجتمع مع لجنة الكورة ثم مع لجنة الإعلامية ثم تاني مرة رحل الكورة وهكذا كان يوما مشحونا مكوكيا للكابتل محمود الخطيب وحنقول بعض كواليسو المسموح بالنشر واستعرضنا في هذه الجلسة الكثير من القضايا اللي نحب أن نقول للناس أنها تلقى العناية الفائقة في هذا الوقت ونرجو من جمهورنا الحبيب أن يتضامن معنا في هذه اللحظة ويحطوا إيده في إيد النادي الأهلي عشان نجتاز موقف ما كان في الحسبان الحقيقة في حضور كابتن الخطيب تلت أربع نقاط المفروض يكونوا برزين ووضحين للناس كابتن الخطيب رجع بالسلامة لكن لم يشفى بعد ربنا سبحانه وتعالى يتملوا شفاءه لكنه أنه يقطع رحلة العلاج ويتحامل على ألامه في هذه المرحلة وبعد هذه الجراحة الصعبة جداً والحساسة ده استشعار للخطر على مسيرة الفريق والنادي عشان كده يمكن الجملة المهمة جداً اللي قالها للعيبة واللي خرجت للإعلام كلها عبر الموقع الرسمي أرجوكو كل واحد يقوم بدوره تجاه النادي الأهلي وكل واحد يتحمل مسؤوليته تجاه النادي الأهلي دي النقطة المهمة جداً فإذا كان الراجل في هذه المرحلة العلاجية وفي هذه الظروف الصحية يتحامل ويتقاوى قدر الإمكان عشان ييجي عشان يقول للعيبة الكلمتين دول فأنا أعتقد دي رسالة للعيبة للجهاز للجمهور أبداً لكل الناس للإعلام للجمهور لكل من يحب الأهل حب الأهلي الآن ليس بالتنظير والكلام وإن إحنا نقعد نتصايد لبعض وكل واحد محتكر الحقيقة وحده محتكر الصح وحده خصوصاً لما يبقى فيه تباين وجهات نظر كتيرة بتتعرض مع بعضها لو أخست بجزء منها فأنت بتتعرض لنقد الجزء الآخر كل ما نستطيع أن نقدمه للأهلي الآن إنكار الزاد إنكار نفسنا وإن إحنا أيضاً نتحدث كما نطلو من الآخرين نتصرف كما نطلو من الآخرين بالضبط يعني